في هذا الفيديو راح نفعل أهم خمس إضافات أساسية تحتاجها بداخل البرنامج بلندر وأنا أستعملها بالمشاريع اللي أنا أشتغلها راح نتعرف عليهم وحدة وحدة ونعرف شنو وظيفة كل وحدة من هاي الإضافات وشنو عملها وبمن تخدمك بداخل البرنامج أنصحك أنه تكمل الفيديو الأخير وتكتب لي أي ملاحظة من عندك بالتعليقات أنا أجاوب عليه يلا خلينا نبدي أوكي عدنا أول إضافة إذا تجي تضغط مثلا تريد أضيف أي كائن تجي تضغط shift A تطلع عندك هاي القائمة تروح على الشبكة اللي هي المش تطلع عندك هاي الخيارات فقط تمام فتجي تفعل الأكسترا أوبجيكت اللي هي أول إضافة راح ناخدها تجي هنا مثل edit on تكتب EX تطلع لك high added mesh extra object تجي تفعلها منه وتنطيها preference تضغط shift A تطلع عندك كل هاي الخيارات متوفرة عندك كل هاي الخيارات أنت تقدر أضيفها بعد ما تفعل إضافة الإكسترا أوبجيكت لاحظة هاي الأشكال تقدر كلها أضيفها بشكل جاهز تمام خلينا ننتقل للإضافة الثانية الإضافة الثانية هي lob tools تروع على edit reference أيضا نفس الخطوات تكتب lob هنا تطلع عندك مش lob tools تجي تفعلها منه تختار حوض الإعدادات أنا مختار أربعة أمثلة راح نضرب عليها هذا المثال ونشوف شنو وظيفة هاي الإضافة تمام خلينا نجي للبداية الكورة هالي في الشكل هذا ما تجد في غط tab تروع على edit منه تطلع الكيمين راح تطلع عندك خيار lob tools بالأعلى تطلع عندك خير الخيارات خلينا نشوفها أول خيار نجي راح على front أمام أروح هنا فعل هذا الخيار وأفعل هذا الخيار تمام أريد أرسم جسر أو فتحه بين يعني الصير بنص بداخل الكرة العفو تمام منحدد في هالشكل هذا أضغط الكيمين وأروح على نسميه الجسر تختار أول خيار تجي تطلع ترجع على object mode تطلع هذا الخيار تلاحظ خلنا نجي نمسح هذا أريد أشوفك وظيفة هاي الإضافة يعني شنو من الخيارات اللي موجودة بها مثلا عندنا هذا المكعب تجي تطلع tab ونقسم في الشكل هذا أريد أسوي circle يعني دائرة بالشبكة مال هذا المكعب أجي مثلا أمسح هذا أضغط على هاي البرتكس وأمسحها X في الشكل هذا أجي أحددها alt أحددني وأضغط click يمين وأروح على circle في الشكل هذا أنطيها subdivision أنا عمها أكثر وأمطيها بعد أروح مثلا على relax باوع صارت عندك دائرة بنص المكعب أوكي خلني شوف المثال الثاني نجي مثلا عندنا هذا السطح نضغط tab لا تلاحظ أنه ما رات تواجهك بالشخصية أو المشروع ماتك أنه النقاط شوية متبعثة ما تقدر ترتبها تجي هنا مثلا بالمكان اللي عندك خربطة بال vertex تحدد هنا تضغط control تحدد بنهاية المكان اللي صار بعشوائية من النقاط تمام تضغط click يمين تروح على هذا الخيار لا تلاحظ بنقرأ الزر يحول لك الشبكة من مباثرة الى تقدر ترتب بها وبها هواية خيارات اوكي حنشوف الخيار الثاني نجي المسح هذا عندك مثلا هاي الشبكة ايضا عندنا vertex شوية متبعثر فش نسو هنا نضغط alt ونحدد ال read الطريقة التقليدي اللي نحن نسويها نجي نحدد يعني الما يعرف هاي الادا يجي حدد ويرتب vertex يدوي تمام فاحنا شنسوي تجي تحدد alt اريد المسافات مساوية بين هاي النقاط كليك يمين وانطيها space تمام هسلا ctrl z ctrl z ctrl z سيرتب لك هالشبكة مثل الاصلية تمام هاي الخيارات المتاحة بالوظيفة lob tools خلينا ننتقل للاضافة الوراها الاضافة الثالثة هي اضافة rgify تمام من تجي تضغط شفت اي تروح على amateur اتفاجئ انه عندك فقط خيارين اللي هي اضافة عظام وهاي عظام السيارة شو سونا تروح على edit add on تكتب rgify تطلع عندك هذا الخيار تجي تفعله منه تضطيها حفظ الاعدادات تضغط شفت اي تروح على amateur راح تطلع عندك تقريبا ثلاث خيارات هاي اول خيار اللي هو العظام الاساسي وهنا عندك اكثر الحيوانات اللي هي الانيمال والبايسيك اللي هو الاساسي تمام تقدر تجربها وتختبرها بنفسك فانصح انتفعل هذا الخيار لانيوفر لك اضرام جاهزة تمام خلينا انتقل للاضافة الرابعة الاضافة الرابعة هي انو ضيب صورة على شكل شبكة يعني متج تضغط هنا شفت اي تروح على image تتوفر عندك فقط هذاني الخيار خليجي انفعلها وقل لك شنو مظيفة تكتب هنا image احتطلع لك عندك بالشكل هذا image export as plants تجد تفعلها منها تمام as preference اوكي هنا تقدر تضيف صورة وتحول ها الى شبكة مثلا شفت اي اروح الى image بالشكل هذا هذا الخيار الوحيد اللي يتيح لك انو تضيف صورة بس على شكل شبكة تقدر تتحكم بها تمام اروح مثلا على download ننزل مثلا لدينا high high صورة تجي تروح المaterial تمام تضغط top بالصور ما تقدر تسوي هيت بس عن طريق هاي الاضافة تقدر تحول هوا بالشكل هذا هذا الخيار مهم انا اكثر شي استعمله طبعا الصور ما سبب الثقل على كارت ما لديك اذا انت عندك كارت متوسط سنقول استعمل هاي الخاصية راح تفيدك بالرندر وتكسب لك وقت بالرندر خاصة ما يضيف شبكة اضافية لان احنا كلما نزود عدد الشبكة راح يسبب ضغط اكثر على الكارت وبالتالي الوقت الرندر عدنا يزود تمام هاي الاضافة كلش مهمة انا نصحك انه اضيف هلنجي ننتقل الاخر اضافة تمام الاضافة الاخيرة اللي هي عقدة رانجلر اذا اردت اضيف اي مواد انت منزلها من الانترنت من موقع المواد اللي متوفرة بالانترنت تتنزل اي مواد داخل برنامج بلندر على الكائن اللي انت مشتغل تمام خروع على الشيدن ارضا نضيف له هاي المواد من بعد ما ضبت المواد الاساسية تجي الطريقة التقليدية احنا نضغط هنا shift a تمام هاي الخانة الخاصة بالماتيريال تجي تضغط shift a تكتب image texture تنطيها open تروح تدور على الماتيريال اللي نزلته انا منزل هذا هذل المواد اللي نزلتها عن طريق الانترنت تمام نحنا نسوي الطريقة التقليدية ننطر هنا تنطيها ثلاث خيارات اللي هي تنتبه لكل مادة تضيف اللي لازم تنتبه لها الخيارات color basic color ونضيف metallic اللي هو الحديد والرفرنس الخشونة وعندك normal الطبيعي هذل هذل ثلاث مواد لازم تضيف هذل انت تسوي بالطريقة التقليدية تجي تكرر shift a و تبسح وترجع هم تضيف المادة الثانية دعشوف شون ظل تدور على المادة الثانية تمام في الشكل هذل تقدر تضيف بس من تفعل هاي ال هاي الاضافة preference تكتب هنا wr تطلع عندك non wrangler تفعل هم save خلينا نجي نمسح هاي المواد نجي نمسح منا تمام ونروح على shading مالة ثانية نمطي new بالبداية تجي هنا تحدد هنا او كي تضغط control shift t راح مباشرة ينقلك للكمبيوتر ماتك او كي احنا فقط تحدد انتبع انه تحدد بال بالتسلسور تضغط احنا راح يضيف لك كل المواد بنقرس زر وحده عن طريق اقدة راينجبر لا تلاحظ هاي المواد اللي اضافها لنا بصورة مباشرة انصح انه تفعل هاي الاضافة راح تخدمك وتختص لك هواي من الوقت هاي الاضافات الخامسة لازم تفعلها بداخل برنابل بلندر راح تخدمك وتختص لك هواي من الوقت اثناء مشاريعك الهنا وصلنا النهاية حلقتنا اذا عندك اي سؤال اسألني بالتعليقات طالب من عندك ان تنطي لايك للفيديو واشترك بالقناة كان اياكم ابو ذرة السلام عليكم